السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد نتعلم في هذا الفيديو متى استخدم I am نختصرها I'm في اللغة الإنجليزية طبعا لدينا أربع استخدامات I'm متى تقول I am في اللغة الإنجليزية من المهم جدا معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية أيضا عند المحادثة أو الكتابة دائما أتحدث عن نفسي أو أكتب عن نفسي تابع معايا نهاية الفيديو للتعرف على كيفية استخدام I'm في اللغة الإنجليزية أول استخدام I am هو يكون بعدها adjective إذن صفة لدينا I am تختصر ب I'm بدلا عن حرف A أضع أباستروفي يعني فاصلة علوية M بهذا الشكل الفضاء أو أقراها I am عندما تختصر I'm إذن حذفنا حرف A واستبدلنا بأباستروف فاصلة علوية ودائما الإختصار هو الأفضل أو المفضل في اللغة الإنجليزية كما قلنا يأتي بعدها adjective صفة I'm late يعني أنا متأخر I'm hungry I'm hungry إذن أنا جاع I'm thirsty أنا عطشان I'm fast أو fast أثنين صحيحة I'm fast إذن أنا سريع إذن لاحظ بعد I'm تأتي صفة الصفة يعني ميزة لشخص أو شيء ما أتحدث عن نفسي إذن ميزة لي I'm late أنا متأخر إذن نكتب أنا متأخر I'm hungry أنا جاع hungry بمعنى جاع I'm thirsty أنا عطشان إذن thirsty عطشان I'm fast أنا سريع I'm slow أنا بطي إذن أول استخدام لي I'm يأتي بعدها adjective صفة إذن ميزة النقطة الأخرى نختصر I'm نضع بدل عن A apostrophe M I'm late I'm hungry I'm thirsty I'm fast I'm slow من الأفضل إذا ما عرف الكلمات هذه أتعلم كيف أكتبها إذن I'm يأتي بعدها adjective adjective إذن صفة أو ميزة الاستخدام الثاني ل-I'm يأتي بعدها حرف jar أو نسميه preposition إذن حرف jar example I'm at home أنا في المنزل I'm on the table أنا على الطاولة I'm under the chair أنا تحت الكرسين I'm in the box أنا في الصندوق إذن لاحظ بعد I'm يأتي عندنا preposition إذن حرف jar وتكملة الجملة I'm at نسميها preposition إذن حرف jar I'm at home يعني أنا أكون في المنزل I'm on the table أنا أكون على الطاولة I'm under the chair أنا أكون تحت الكرسي I'm in the box أنا في الصندوق إذن جميعها at on under in هذه جميعها نسميها أحرف jar أو نسميها prepositions إذن أحرف أو حروف jar I'm at home I'm on the table I'm under the chair I'm in the box الاستخدام الثالث ل I'm يأتي بعدها a noun اسم إذن يأتي بعدها اسم مثلا I'm a teacher أنا أكون معلم I'm a driver أنا ساق I'm a pilot أنا طيار I'm an earth أنا ممرض أو ممرضة I'm a teacher I'm a driver I'm a pilot I'm a nurse اللحظ بعد I'm جاءت اسمها إذن لدينا اسم driver أيضا اسم pilot أيضا اسم nurse أيضا اسم لكن لاحظ نسبقها ب a لا أصلا أقول I'm teacher إذن لاحظ قبل الأسم نستخدم a أو an تكلمنا فيه درس السابق يرجع على indefinite article إذن أدوات التنكية إذن استخدم الثالث ل I'm يأتي بعدها اسم I'm plus يعني زائد اسم I'm a teacher I'm a driver I'm a pilot I'm a nurse الاستخدام الرابع ل I'm يأتي بعدها verb يعني فعل الفعل مضاف ing يعني يكون عندنا present continuous tense إذن زمن المضارع المستمر إذن I'm الفعل go نضيف له ing I'm going يعني أنا ذاهب I'm going now أنا ذاهب الآن I'm playing أنا ألعب نعرف أصل الفعل go أصل الفعل play لكن ضيف له ing I'm playing أنا ألعب I'm playing football now أنا ألعب كرة القدم الآن لاحظ بعد I'm أتى الفعل مضاف ing I'm driving أنا أقود إذن أنا أقود أو أنا أسوق I'm driving I'm reading أنا أقرأ I'm reading إذن الاستخدام الرابع والأخير لين I'm يأتي بعدها verb فعل والفعل نضاف له ing I'm going I'm playing I'm driving I'm reading إذن لدينا أربع استخدامات أول استخدام يأتي بعدها adjective I'm tall أنا طويل بعدها يأتي حرف جر I'm at home أنا في المنزل الاستخدام البعض يكون بعدها اسم I'm a driver أنا سائق والاستخدام الأخير بيكون لدينا فعل مضاف له ing I'm reading I'm tall I'm at home I'm a driver I'm reading إذن أربع استخدامات كيف أشكل سؤال ب I'm مثلا أقول I'm tall أنا طويل بشرة I أحولها إلى you أنت يعني you you لا أستطيع قول am you أستخدم are are you tall يعني هل أنت طويل الإجابة راح تكون yes أو يكون عدنا no هل أنت طويل أنت you أرجع مرة ثانية إلى I هذه وأجيب yes I am إذا كان no أيضا I am وضع not no I am not أو اختصرها I'm not بهذا الشكل I'm I'm home أيضا أقول are you at home أيضا الإجابة تماما yes I am no I am not نفس نفس الإجابة I'm a driver نفس الشيء أيضا أقول are you a driver هل أنت ساق والإجابة نفسها yes I am يعني نعم أكون no I am not أيضا I am reading أو I'm reading أيضا أسأل are you reading هل أنت تقرأ أيضا الإجابة yes I am no I am not إذن جميعها نفس السؤال are you إذن are you حولت I إلى you وعدنا am حولتها إلى are إذن يكون دائما عدنا ما ننسى question mark دائما السؤال بيكون منتهي question mark وجميعها كما قل نفس الإجابة يأما yes يأما no yes I am no I am not ماذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلنا فيه عن استخدام I am أو I'm في اللغة الإنجليزية كما قلنا لدينا أربع استخدامات أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجب كم الفيديو لاتنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأكل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته